في سابقة خطيرة وافق وزير التعليم العالي الجديد في العراق نعيم العبودي على افتتاح كليات طب جديدة ما أثار موجة جدل واسعة العبودي المنتمي لميليشيا العصائب وافق على افتتاح كليات طب جديدة في الجامعات الأهلية ووجه بخفض مستوى معدلات القبول في الطب الأهلي وطب الأسنان والصيدلة إلى 89% علما أن الكليات الحكومية لم تقبل طالبا واحدا في الطب معدله دون 99% يأتي ذلك في الوقت الذي تتوفر فيه أكثر من 20 كلية طب حكومية في العراق في حين بلغ عدد الجامعات الأهلية بالمجمل أكثر من 66 جامعة أرقام يرى مختصون أنها تشير إلى أن افتتاح كليات جديدة في المجال الطبي سيؤدي إلى تخريج الآلاف سنويا من غير المؤهلين وأن هذه الكليات لا تسعى سوى إلى تحقيق الأرباح الأقصات السنوية لدراسة طالب واحد في الأقسام الطبي تصل إلى نحو عشرة آلاف دولار ما يفتح باب التساؤل أيضا حول من يقف خلف تلك الجامعات وحول أسباب الاستمرار بمنح الإجازات لافتتاحها وأبعد من ذلك ذهب بعض الأكاديميين للتأكيد بأن أياد خفية داخل المؤسسة التعليمية لها حصص في تلك الجامعات وهي من تسهل إجراءات افتتاحها وفيما لو تحدثنا بلغة الأرقام ففي العراق اليوم 36 كلية بالتخصصات الطبية وهي تفوق كليات بريطانيا عددا وإذا ما بقي الوضع على حاله فسيكون عدد الأطباء في العراق قرابة 100 ألف طبيب بعد أقل من خمس سنوات مقابل نقص حاد بالبنى التحتية للكليات الطبية وغياب الكوادر التدريسية في هذه الكليات وعدم وجود مستشفى تعليمي بالإضافة إلى نقص شديد في المستشفيات كل ما سبق يهدد ولا شك حياة آلاف المدنيين في ظل تخريج آلاف الأطباء غير الأكفاء في وقت يرى الفاسدون المقربون من السلطات الحكومية أن حفنة من الدولارات أغلى ثمنا من حياة العراقيين ترجمة نانسي قنقر